في أقل من 48 ساعة تدخل العاصمة طرابلوس ومناطق الجبل الغربي مجددا حالة إظلام شبه كلي في أغلب مناطقها بسبب خروج محطتي الرويس والزاوية عن الخدمة انقطاع قال عنه المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي إنه جاء بسبب زيادة طرح الأحمال وعدم تجاوب بعض المدن مع عمليات توزيعها فضلا عن عدم تمكن الشركة من صيانة بعض الوحدات التي تضررت بسبب الاشتباكات التي حصلت جنوبية العاصمة لصعوبة الوصول إليها وأضاف ساسي في تصريح لليب الأحرار أنه تجري حاليا صيانة الوحدات التي خرجت عن الخدمة لإدخالها على الشبكة أشيرا إلى أن رجوع التيار الكهربائي سيكون تدريجيا وقد يستغرق ساعات أما مناطق الجنوب فهي تعيش انقطاعا متواصلا منذ حالة الإضلام السابقة التي طالت المنطقة الغربية والجنوبية قبل يومين بالسبب بعدم استقرار الشبكة في المنطقة الغربية وهو ما حال دون مدها بالطاقة الكهربائية اللازمة كونها المغد الوحيد للمنطقة الجنوبية في ظل عدم استكمال محطة أوبار الغازية منذ أعوامه معاناة مستمرة إذن يعيشها المواطن الليبي بسبب حالات انقطاع التيار الكهربائي المستمرة والتي تلقي بظلالها عن بقية القطاعات الخدمية من الصحة والتعليم والمصارف دون أي حلول جدلية تنهي هذه الأزمة التي يبدو أنها لن تكون قريبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر